كل التحريات والإجراءات والمتسندات موجودة عندي أي نائب اليوم يقول هذا الكلام مصحيح لك حق اللي يطلع على جميع المتسندات والأوراق الثبوتية والإجراءات وأنا مسؤول عن كلامي لكن ليس من العقل والمنطق واحد يقول هذا الكلام مصحيح وما تطلع ترى فيه نواب تطلعوا وفيه نواب شافوا كل المرفقات ولا كل نائب حق أن يطلع ترى البيانات والمستندات حقيقية وتقدر تشوف كل الإجراءات التي تمت اللي يضروا في سمعة الكويت وكبروا أرصدتهم بطريقة مشبوهة بطريقة التحايل والنصب والاحتيال على شنو؟ على مناصبهم والرياضة واكفة يواكفون الرياضة ويكبرون أرصدتهم لا الرياضة مشت وبالتالي شبهة قسي الأموال فنعم فيه فساد بالكويت متفشي ومشيت فيه مصطرة واحدة وقلت بتاريخ خمسة فبراير 2017 قلت ما إن الإداعات إلا رأس جبل الجليد الإداعات المليونية سرقات الكي جي أل صندوق الموانئ اللي باقوا منه 200 مليون دولار ومدينة صباح الأحمد اللوجستية سرقت وحولوها اللي منه للسارقين بين الضحية الضحية الدولة والمواطنين ترجمة نانسي قنقر